واحد من أشهر مدربي تطوير الزيت في مصر وكمان الوطن العربي واللي دايما الفيديوز بتاعته بتتصدر الترند حسام هيكل استشاري علم نفسي إيجابي أهلا بك يا حسام ونوارتنا أهلا وسهلا أول حاجة هسألك على التايتل بتاعك استشاري علم نفسي إيجابي اشرح لي عني بس علم نفسي الإيجابي وببساطة شديدة بياخد الإيجابية في وضعها الصحيح نحن دايما نفهمين أن الإيجابية دي هي الناس اللي طول الوقت بتتحكت والوقت بتتسم لا هي الإيجابية الحقيقية هي إزاي بتتعامل مع النيجاتيفتي مع السلبية في حياتك نحن تبقى دون أو يوم ما يبقى عندك مشاكل ومكتاب وما إلى آخره تعرف تتعامل بشكل إيجابي منطقي مع دا مش إن انت تأفويد بقى كل دا وتجنب كل دا وتبقى شايف إن الحياة تبقى وردي ولا وبكرة أفضل لا تنكد على نفسك بمعنى أصيحة ببساطة شديدة تنكد على نفسك بشكل ما يضم راكش ما يودكش في حتة دارك خالص ما يسوأش أكتر حتة أنا بحاول أجيب الكلام العربي اللي يتفهم أقول أنت عايزو أنا لو قاعدت في حاجة هساعدت بقى حاول تسعديد أوكي لأن لسه عندنا مشكلة يعني في العلوم عموما لسه الترامنولوجيز أو المصطلحات ما تتخطيتش العربي بتاعها صح ساعد بنعتل شوية مظبوط فبساطة شديدة بيخلي الإيجابية شكلها منطقي أكتر ما بقاش أنا أوفر ويلد قوي أو شايف أن الحياة هتبقى بكرة أفضل وبكرة بيدون وخلاص تعالى ننسى بقى اللي حصل دي لا أنت في مشكلة لازم تحزن لها لازم تتجاوب مع الحزن بتاعك ومع مشاعرك ومكل حاجة بس إن ده سيمت أن ما تدمرش نفسك ما تعدش قوي لحد ما تجيب ساقف السواد لا يعني يتعامل بإيجابية مع الموضوع ده فبص نظرة منطقية بشكل إيجابي منمق صحيح ما يخليكش تتغاضى عن حزنك لأن الحزن مهم جداً لأيباً يادم في الدنيا وفي نفس الوقت تقدر تطلع منه بشكل يعني واخد البروستس بتاعته صح أو واخد خطواته صح لما حد